أشار مندوب المملكة الدايم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمين خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن استمرار سيطرة الميليشيات الحوثية على ميناء الحديدة وبعض المدن اليمنية يشكل تهديدا واضحا لحياة اليمنيين وشدد المعلم على أن السبيل الوحيد لإنقاذ اليمن هو رفع يد الحوثيين عن ميناء الحديدة إن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن هو الذي يهدد بالكوارث الإنسانية الغذائية والطبية وإن إنقاذ اليمن وأبنائه من هذا المصير يتطلب حتما العمل على رفع يد الحوثيين عن الحديدة ومينائها وبقية المدن اليمنية المعلمي أكد أيضا خلال الجلسة أن النظام الإيراني يعمل بشكل مستمر على نشر الفوضى والزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ما زال النظام الإيراني يسخر جل مصادره المالية والعلمية والعسكرية لنشر الفرقة والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي عانت وما زالت تعاني من عدم الاستقرار منذ قيام الثورة الخمينية الكهنوتية في إيران